هذا نعتبره أنه قضية التجاه في هذا المنح لشيء بسبب واضح أنه رئيسة الحزب أعلنت ترشيح حالة رئاسية وكانت اللجنة مركزية منذ سنة 2022 أعلنت ترشيح رئيسة الحزب إلى الانتخابات الرئاسية ادخل الحزب في جملة أعمال نظالية ادخل الحزب في عارض برنامجو الاقتصادي والمالي ورؤيته تونس وكيف يمكن إصلاح الأوضاع اعطاه موقفه من عديد المرسيل تعاني فيها بالألغاء أمام المحكمة الإدارية وللحد الآن الملفة كلها لم ينظر فيها قام مؤخرا بحمل عارض التظلم إلى مكتب الضبط الإداري بلئاسة الجمهورية وشفت الأمور إلى أين قالت وقلي أن رئيسة الحزب توجهت بشتواصل التظلم إلى مكتب الضبط الإداري بطريقة لا فيها لا عمص لا دعوة إلى التقاتل لا تمر من أجل قلب نظام الحكم هذا أذية ما شفناه شو حتى عمل من أعمال الناس اللي توجهت غاديكا علما أنه التوجه كان معاين دوسطة المنافس وفيها التنبي رفقة أستاذ المحاملي هو الأستاذ نوفر البودن إذن أنا قول الملفة